بداية المجتهد وفي هذا الفصل مسائل أربع المسألة الأولى أولى الناس بالإمامة قال اختلفوا في من أولى بالإمامة فقال مالك رحمه الله يأم القوم أفقاههم لا أقرأهم وبي قال الشفعي رحمه الله وقال أبو حنيف والثوري وأحمد رحمه الله يأم القوم أقرأهم هذه مسألة عظيمة جدا مسألة من الحق بالإمامة إذن القاعدة الكبرى يا أبو التمسيح أحسنت وكل الله أطاتكم لا أبدا تقديم من حق التقديم واجب تخير من حق التأخير واجب ومن عكس فقد أثم يأجب تقديم من حق التقديم وتخير من حق التأخير الصلاة هي عماد الدين وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين ذلك الله تعالى في غير ما أوضع من كتابي يأمر بالصلاة وأقيم الصلاة أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري وذلك مأمور بها كل الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبناهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك تركوا تركوا الصلاة وأعظم المسائل هنا من يأم بالناس من الذي حقه أن يقدم الجميع اتفقوا باتفاق لهم الأربعة أن الذي يقدم للصلاة الأكثر فقهنا أو الأكثر قراءة باتفاق الأكثر فقهنا واختلفوا من هو أولى بها الأفقه أم الأقرأ الأقرأ الذي يحفظ يعني الله يحفظ لكتاب الله جل في علا والخلاف ظاهر بين العلماء وأصل الخلاف على قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله ولقول النسلم فإذا يراءت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم في الواية قال أكبركم في الواية قال إيش أقرأكم قال أقرأكم وفي الواية قال وليأمكم أكثركم قرآنا هذا تصريح لذلك قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وهذا في صحيح مسلم وقال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة اختلفوا في فهم الحديث في هذا الباب طب من الذي يقدم الذي يقدم يعني الأفقه أم والأعلم أم الأحفظ في هذا الباب قلنا الحنبلة والشفعية الحنبلة والحنفية قالوا يقدم الإيش الأقرأ واستدروا على ذلك بظاهر الحديث وليأمكم أقرأكم لكتاب الله واستدروا على ذلك أن النبي السلام قدم عمر بن سلم أو هم مما علموه من النبي سلام فقدموا عمر بن سلم كان ابن سبع سنين حتى أنه لما صلى بهم أولا المرأة يعني قالت غطوا عنا صاحبكم لما رفعت سمعنا الحمد لما رفعت ناصرود رأتوا ما ما رفع ما كان رفع رفعا تاما يعني فظهر قلت غطوا عنا است صاحبكم فالصلاة هو دون أن يدري لكن غطوا عنا است صاحبكم فأتوا له بسياب جهيد قال ما فرحت بعد الإسلام بفرحا مثل فرحي بهذا السور وكان أقرأه من الكتاب لذلك قدموه وأيضا كانوا يقدمون في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وعمر أعلم وأفضل وأفقه وسالم كان يقدم لأنه أحفظ ولذلك ورد بسانة ضعيف أنه قال لو كان سالم حيا لا استخلفته لأن النبي قال من أراضي أن يأخذوا القرآن فليأخذوا من أربع وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أرضاه كان يقدم عليهم ويصلي بهم وعمر قدم أبي على رجال وأبا موسى على النساء صلى الترويح والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدم والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ونسي آية بأبه وأمه عند العبادة في رضبة البشرية قالها في القوم أبي لأنه كان الأحفظ فكل هذه أدلة يستدلون بها على أن الذي يقدم هو الأقرأ وستدعى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يبردت بقول فقه بعدها لما يقول أعلمهم بالسنة قد قدم الذي يحفظ و نعم ما أعرف أقدمهم حفظا دي ما أعرف أقدمهم طلعونا بقى الرواد ما فيش ما فيش بس عمتا نبحث أكيد نبحث فكل هذه أدلة تعضدهم على أن الأقرأ هو الذي يقدم شفاء الملكية قالوا الأفقى هو الذي يقدم ولا أعلم بكتاب الله هو الذي يقدم وقالوا قولهم سلم يوم القوم أقرأهم يعني أفقاههم ولأن الصلاة تحتاج لفقيه قد يعتريه ما يعتريه في الصلاة إن لم يكن فقيا لا تصح صلاة الناس به كلام موزون وكلام قوي جدا لكن كليب لكن إيه بعد لكن يا كليب ما شاء لأطف ممتاز ممتاز هذا الذي أردته وضربت معك بالفهلة وعلى مرتين وربعة ما فاش حقا فهذا يعتبر نهايته اجتهد اجتهد فهم أقرأه فنقول النظر لا يقدم على على أصل في هذا الباب لكن حقيقة لو كان أحفظ ولم يكن عنده وفق في الصلاة سيضيع الناس يزد من ركوع ما يتميني في الصلاة ما عنده علم في الصلاة قد تفسد فلابد أن يكون معه وفق والنظر في ذلك وسطا في القولين أن الأقرأ إن كان معه وفق هو الذي يقدم ولنزعه أحد ولكن هم من ناحية النظر قالوا بأن الصلاة لا تحتاج ليش لكثير قراءة لو حافظ قلوا الله واحد مع الفتح هتستقيم قراءته وفقه في الصلاة والأولى عشان تصح الصلاة صلاة الناس حتى تصح صلاة صلاة الناس في هذا الباب لذلك قول المصنف فقال مالك يا أم القوم أفقاههم لا أقرأهم وبيه قال الشفعية وذاكرا مالك الشفعية الحكم وتقديم الأفقى متصرا بعلته ولما سئلوا لما الأفقى قال أن المصلي بشر قد ينسى قد يضطرف في أمور أو أمر نور الصلاة فيحدث حدثا من الأحداث أو ينبو شيء في الصلاة كيف تصح صلاة الناس إلا بفقههم يعرف كيف يستخلف يعرف كيف يصح ما نسيا كيف يسجد لسه فيكون في هذا الباب هو قالوا قال مصنف وقال أبو حنيفة الثوري أحمد يا أم القوم أقرأهم الشخ الذي ورد أقدامهم سنة وأقدامهم هجرة هجرة ما قال أقدامهم حفظة ما فيه ولا فيه ولا فيه ما فيه دور عليها واتينا به أنت مش أنت دور على من أما ليه في المغنون الجواء كأنه غير موجود ألست أنت الذي زعمت ذلك حفظه ربي طبعا وأوسق من الثقة والسياس هو كان يقول في رؤية الناس دائما ينسوينها يمكن أنت فسمعتها منه خطأ أبحثه مرة ثانية أيضا أكبرهم سنة وأقدامهم هجرة فقط طيب هنا يقولون عندنا استشكال يعضت كلام الشفاء الشفائية والملكية لما قدم النبي في الصلاة قدم من أبو بكر وهم يرون أن أبو بكر لم يكن حفظه مفهوم أرد عليهم يسير بل كان حفظا وكان فقيها قدم لأنه الأحفظ والأفقه قدم لأنه الأحفظ والأفقه وقد قال مروا أبو بكر بالصلاة وبعضهم قال ما كان الأحفظ ولكن قدمه النبي إشارة لخلافته يبقى قدمه العلة العلة يشير إلى إلى خلافته والحديث بقي إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة يعني دروس هنا هنا كموقع تقطع خمسة فالأولى ممكن خمسة أو خمسة وربع نبدأ فأخونا صاحب اللقطات قال أنه متعاون مع الكاميرات والحاجات دي فبيقول الأفضل عشان الأخوة اللي عنده شغله لو طبعا بقى أتى بفصاحة بقى غريبة لإخوانه فقال نخليه بعد المغرب ما رأيكم؟ طيب بعد المغرب إن شاء الله نبدأ في المغني من بعد المغرب إن شاء الله مع كل الكتب بإذن الله تعالى نبدأ خلاص من اليوم نعود إلى ما كنا عليه أدراجنا من الكتب ونسأل الله أن يجعل ذلك أخلاص للواجه لله الكريم لا سيما أننا نعزمه على أننا في الأيام المقبلة سيكون في دورات تأسيسية حتى للمبتدئين ثلاثة يام من كل أسبوع إن شاء الله يكون فيها تأسيس للمبتدئ ويكون فيها تذكير للمنتهي بإذن الله شيخنا في صنع أبي داود قال فإن كانوا في القراءة سواء فقال فليومهم أقدمهم قراءة طيب ما قالش أقدمهم حفظة ودي معناها أنه الأقراء سبحانك الله وربنا وحمدك نعم فيه من الربع الأقراء رسول السلام قال كل قراءة الأربعة عبدالبنا سعود وأبي بن كعب ومعزم الجبل وسالم أولا أبي حذيف يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم